هيا بنا نتعلم تقريب الأعداد الصحيحة لأقرب 100 لنتعلم أولاً العد بزيادة 10 هيا بنا نعود من العدد 0 حتى العدد 100 بزيادة 10 صف عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة جيد هيا بنا نعود الآن من العدد 100 حتى العدد 200 بزيادة 10 مئة مئة وعشرة مئة وعشرون مئة وثلاثون مئة واربعون مئة وخمسون مئة وستون مئة وسبعون مئة وثمانون مئة وتسعون مئتان صحيح والآن لنعود بزيادة 10 من العدد 600 حتى العدد 700 ممتاز هيا بنا نتعلم الآن تقريب الأعداد الصحيحة لأقرب مئة لنأخذ مثالاً للتوضيح قرب الأعداد مئة وعشرة مئة وعشرون مئة وثلاثون مئة واربعون مئة وخمسون مئة وستون مئة وسبعون مئة وثمانون ومئة وتسعون لأقرب مئة أين تقع هذه الأعداد على خط الأعداد؟ بين أي عددين من المئات الكاملة تقع هذه الأعداد؟ جميع هذه الأعداد أكبر من مئة وجميعها أيضاً أصغر من مئتين صحيح إنها تقع بين العددين مئة ومئتين لنمثل الأعداد من العدد مئة حتى العدد مئتين على خط الأعداد بزيادة عشرة في كل مرة مئة مئة وعشرة مئة وعشرون مئة وثلاثون مئة واربعون مئة وخمسون مئة وستون مئة وسبعون مئة وثمانون مئة وتسعون مئتان هيا بنا نقرب العدد مئة وعشرة لأقرب مئة أي لمئة أو لمئتين جاء راني ليساعدنا في التقريب من جديد لو كان راني عند العدد مئة وعشرة وأراد راني شراء بعض الحلوى من إحدى البقالتين في الحي إذا كانت البقالة الأولى عند العدد مئة والبقالة الثانية عند العدد مئتين أي البقالتين سيختار راني؟ سأختار البقالة مئة لأن المسافة بيني وبين البقالة مئة خطوة واحدة أما المسافة بيني وبين البقالة مئتين تسع خطوات إذن العدد مئة وعشرة أقرب إلى العدد مئة مئة وعشرة لأقرب مئة يساوي مئة ماذا عن العدد مئة وعشرين؟ هل هو أقرب إلى مئة أم مئتين؟ مئة وعشرون لأقرب مئة يساوي مئة لأن المسافة بيني وبين البقالة مئة خطوتان اثنتان أما المسافة بيني وبين البقالة مئتين ثماني خطوات صحيح مئة وعشرون لأقرب مئة يساوي مئة ماذا عن العدد مئة وثلاثين؟ هل هو أقرب إلى مئة أم مئتين؟ مئة وثلاثون لأقرب مئة يساوي مئة لأن المسافة بيني وبين البقالة مئة ثلاث خطوات أما المسافة بيني وبين البقالة مئتين سبع خطوات صحيح مئة وثلاثون لأقرب مئة يساوي مئة ماذا عن العدد مئة وأربعين؟ هل هو أقرب إلى مئة أم مئتين؟ مئة وأربعون لأقرب مئة يساوي مئة لأن المسافة بيني وبين البقالة مئة أربع خطوات أما المسافة بيني وبين البقالة مئتين ست خطوات صحيح مئة وأربعون لأقرب مئة يساوي مئة ماذا عن العدد مئة وخمسين؟ سنتحدث عن تقريب العدد مئة وخمسين إلى أقرب مئة لاحقاً ماذا عن العدد مئة وستين؟ هل هو أقرب إلى مئة أم مئتين؟ مئة وستون لأقرب مئة يساوي مئتين لأن المسافة بيني وبين البقالة مئة ست خطوات أما المسافة بيني وبين البقالة مئتين أربع خطوات فقط صحيح مئة وستون لأقرب مئة يساوي مئتين ماذا عن العدد مئة وسبعين؟ هل هو أقرب إلى مئة أم مئتين؟ 170 لأقرب 100 يساوي 200 لأن المسافة بيني وبين البقالة 100 7 خطوات أما المسافة بيني وبين البقالة 200 3 خطوات فقط صحيح 170 لأقرب 100 يساوي 200 ماذا عن العدد 180؟ هل هو أقرب إلى 100 أم 200؟ 180 لأقرب 100 يساوي 200 لأن المسافة بيني وبين البقالة 100 8 خطوات أما المسافة بيني وبين البقالة 200 خطوة نثلتان صحيح 180 لأقرب 100 يساوي 200 ماذا عن العدد 190؟ هل هو أقرب إلى 100 أم 200؟ 190 لأقرب 100 يساوي 200 لأن المسافة بيني وبين البقالة 100 9 خطوات أما المسافة بيني وبين البقالة 200 خطوة واحدة فقط صحيح صحيح 190 لأقرب 100 يساوي 200 وأخيراً ماذا عن العدد 150؟ هل هو أقرب إلى 100 أم 200؟ المسافة بيني المسافة بين العدد 150 والعدد 100 تساوي 5 خطوات والمسافة بين العدد 150 والعدد 200 تساوي 5 خطوات أيضاً ماذا سيفعل راني في هذه الحالة؟ بما أن البقالتين تبعدان نفس المسافة عني سأختار البقالة 200 لأنها البقالة الأكبر وتحتوي على تشكيل أكبر من الحلوة إذن 150 لأقرب 100 يساوي 200 نستنتج مما سبق أن الأعداد 110 و120 و130 و140 لأقرب 100 يساوي 100 والأعداد 150 و160 و130 و180 لأقرب 100 يساوي 200 لنأخذ سؤالاً جديداً أعين العدد 680 على خط الأعداد وأقربه لأقرب 100 يقع العدد 680 بين العددين 600 و700 على خط الأعداد هيا بنا نكتب باقي الأعداد على الخط بزيادة 10 في كل مرة من العدد 600 حتى العدد 700 600 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 أعين يقع العدد 680 على خط الأعداد؟ 500 590 680 680 680 680 أقرب إلى 600 أم 700؟ 680 680 لأقرب 100 هو 700 لأن المسافة بين العدد 680 وبين العدد 600 ثماني خطوات أما المسافة بين العدد 680 وبين العدد 700 خطوتان اثنتان فقط ممتاز لنأخذ سؤالا جديدا أعين العدد 463 على خط الأعداد وأقربه لأقرب 100 يقع العدد 463 بين العددين 400 و500 على خط الأعداد هيا بنا نكتب باقي الأعداد على الخط بزيادة 10 في كل مرة من العدد 400 حتى العدد 500 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 وإن يقع العدد 463 على خط الأعداد يقع العدد 463 بين العددين 460 و470 لنعود 464 462 463 هنا هنا يقع العدد 463 وهل العدد 463 أقرب إلى 400 أم 500؟ العدد 463 أقرب إلى 500؟ هو 500؟ هو 500 لأن العدد 463 أقرب إلى العدد 500؟ متشميعد نحن نعود ترجمة نانسي قنقر حتى نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يتف NHK